قبل ساعات تم الإعلان الرسمي عن وفاة رجل الأعمال والدبلوماسي السابق منصور الجمال لكن هذه الوفاة كانت بسبب إصابته قبل أيام بفيروس كورونا ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لكنه فارق الحياة بعد أقل من ثلاث أيام منصور الجمال هو دبلوماسي سابق وزوج الفنانة ليلى علوي واللي انفصل عنها في 2015 هو أيضا عم زوجة علاء مبارك بنت الرئيس الأسبق حسني مبارك يبدأ التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تناقل خبر وفاة منصور الجمال لكن الغريب في الموضوع هو تصرف الإعلام المصري مع هذا الخبر في الوقت اللي الكل عارف أنه كان في مستشفى العزل الصحي ومات بسبب كورونا أصر الإعلام المصري وبعض وسائل الإعلام التابعة للنظام المصري توصيف موته بسبب التهاب رؤوي أو بسبب المرض بوابة أخبار اليوم المصرية الرسمية قالت وفاة رجل الأعمال منصور الجمال زوج ليلة علوي السابق توفى منذ قليل رجل الأعمال منصور الجمال طليق ليلة علوي بعد صراع مع المرض حيث شهدت حالته الصحية تظاهر كبير خلال الأيام الماضية مش بس بوابة أخبار اليوم أو جريدة أخبار اليوم المصرية وقعت في هذا الفخ المتعمد بطبيعة الحال أيضا اليوم السابع اليوم السابع كتبت في عنوانها وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض تقرأ تفاصيل الخبر يقولك وقالت مصادر اليوم السابع أن الحالة الصحية لمنصور الجمال تضهورت خلال الأيام الماضية بعد أن شعر بعراض أنفلونزا يعني أنفلونزا مش كورونا وعند إجراء الكشف والتحليل ثبت إصابته بالتهاب رئوي حاد وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي نظرا لتعرضه لنزلة شعبية حادة يبقى الإعلام المصري لم يصرح بوفاة الجمال بسبب كورونا ولم يصرح أيضا بالسبب الحقيقي لوفاته الجمال أيضا أو منصور الجمال هو والد الكاتب المصري يحيى الجمال واللي كتب أمس على صفحته أو على حسابه على تويتر قال بسبب الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بيها اليومين دول سوف نقيم صلاة الغائب على روح أبي منصور الجمال رحمه الله بعد صلاة ظهر السلساء 7 أبريل يعني ممكن كل واحد يصلي فيت وصلاة الجنازة أما الفنانة ليلى علوي طليقة الراحل منصور الجمال قالت إن لله وإن عليه راجعون أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال دكتور منصور الجمال الذي وفاته المنية ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته ويمنح أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان تفاعل أيضا سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي قال خبر محزن بفقدان الأخ والصديق منصور الجمال راجل الأعمال الذي يتسم بنكهة دبلوماسية رفيعة رقيق العبارة لطيف المعشر لا تفارق الابتسام ما محياه حتى في أحلك الظروف أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أسرته وزويه الصبر والسلوان من التعليقات أيضا اللي كتبت عادل بيقول وفاة المرحوم منصور الجمال الله يرحمه هتكون درس وعزة لكثير من رجال أعمال الوباء لا يفرق بين الناس وبيحصد أرواح الكل آخر تغريدة في الموضوع باخدها من أشرف الزياد بيقول وفاة سبعة على رأسهم رجل الأعمال منصور الجمال وإصابة 149 بالفيروس كورونا إحصائيات جديدة الشروق وصد البلد بيقولوا أن وفاة منصور الجمال جائد بسبب كورونا بينما اليوم السابع بتقول أنه بسبب التهاب رأوي ده اليوم السابع والأخبار والأهرام والجمهورية كل الصحف القومية أو الرسمية تقريبا لم تسجر كلمة كورونا ولكن أجمعت زي ما قالهم الاسكريبت أو قالهم الأمر أو جتلهم الرسالة من تليفون سامسونج ما تقولوش توفى بكورونا لكن قولوا توفى بسبب التهاب رأوي رحم الله رجل الأعمال المصري والدبلوماسي السابق الجمال وتغمده الله برحمته ونسأل الله الشفاء للجميع ترجمة نانسي قنقر